جديدة نوردو فيوديو ديت هنتكلم فيه عن اهم النصائق والتوقعات والتخديرات لبرج التور النص التاني من عام 2021 فالنهاردة هنتكلم عن طاقة برج التور الحالية وهنتكلم عن يعني what's going on او ايه اهم التغييرات اللي ممكن تخصل في حياة برج التور الفترة الجاية والحاجات اللي لازم يخضر منها كالعادة بليز ما تنسوش تبعوني على الساوش الميديا على استجرام وعلى فيسبوك وعلى اليوتيوب بتقولي بتفرجوا عليهم فينو انتو برج ايه وشكرا لكل الناس اللي بتبعاتي ميسجز كتيرة حلوة كلها طاقة ايجابية يعني بتعلو كده من روح المعنوية يا جماعة بالكلام الحب الكتير اللي بيبعيك لده طيب تعالوا عن الكلام عن برج التور برج التور الفترة دي تقطك حالية قولولي الكلام ده صح ولا لأ انت ما شغول جدا في شغلك او عندك تحديات في الشغل عايز تثبت لنفسك حاجة عايز تقول ان انت اه تقدر او عندك تحدي في العمل بتاعك انت مركز فيه قوي فانا شايف الفترة دي اه كل التركيز بتاعك رايح اكتر لشغلك رايح اكتر ان انت عندك حاجة معينة عايز مركز فيها عايز توصل لها عندك طموح معينة عايز اه عايز تحققه في شغلك فدي اكتر طاقة مساطرة على برج التور الفترة دي اه في العمل بتاعه كمان شايفة برج التور ان انت ممكن تكون بتعمل سيفنز لان ما يكون عايز تحوش او عندك حاجة معينة عايز مثلا بتكملها حاجة عايز تشتري حاجة معينة عايز تبني حاجة معينة عايز يعني اصفك تشتري فانت فيه بتعمل سيفنز بتحاول ان انت توفر او بتحاول ان انت تزبط مصاريفك لان انت فيه حاجة معينة حاطاتها في المال تكون عايزة عارة على بيتك تشتري حاجة جديدة وفيه بلانز لحاجة جديدة تدخل حياتك كان عندك بداية جديدة بس ما نجحتش يا برج التول يعني ممكن كنت بتفكر تعمل بداية جديدة ممكن تكون بداية مشروع بداية شغل بداية قصة عاطفية بس الموضوع كان فيه تحديات او ما اكملش فانت برج التول كده ممكن تكون عندك حالة احباط او خلاص بقى زهقان شوية وعندك حالة ملل مساطرة عليك بس طاقة ايجابية يعني انت ملان او زهقان بس في الاخر عندك طاقة ايجابية ممكن تكون مهتم بشكلك جدا جدا لدرجة انت ممكن تكون خسيت عملت دايت عملتو دايت يا برج التول قولوا الكلام ده مظبوط ولا لا بتحاولوا ان انتو تخسوا فيه حاجة ليه علاقة بجسمك او بتعملوا شاب جديد لجسمك وده هتنجحوا فيه وهتقدروا تعملوه بجدارة تبهر الاخرين بكم انتو اصلا يا برج التور من الابراج اللي لما بتحطوا حاجة في دمكها انتو صابورين فانتو لما بتحطوا حاجة في دمكها بتعرفوا توصلوا لها بمنتهى القوة ومنتهى القدرة الرهيبة طيب تعملوا برج القوس الفترة القادمة والتغييرات المتوقعة في حياة برج القوس في نهاية الست او سبعة شبه معلش يا جماعة صاحبتي عمالك كلمين فكل شوية اللاي فيقطع اللاي فيقطع فصاري يعني طيب برج التور ايه بقى اللي جاي شايفه عندك اه ارتباط رسمي يعني برج التور احتمال يكون عنده كبير جدا اور انت تقابل السول من بتاعك. اوا هتقابل شخص بس انت الشخص دا تختاره اكتر بعقلك ف 물� Standard انت مش هتكون هو قصة الحب القوية قوي او الهب الزجامد قوي في خياتك يعني ملعلك شايفه اكتر ان انت مشغل او انت مشغل عقلك وقلبك مش هتبقة ايه هتبقى التقيل على الشخص او هو بيحبك اكتر او ان انت مش بتعبره يعني مش رومانسي مع الشخص دا قوي يعني هو بيحبك اكتر او هو بيعبر عن مشاعره اكتر دا من انت متعبر عن مشاعرك وانت يعني تقيل عليه مش بتقرب منه وقف مكانك ومستنيه هو اللي دايما يقرب هو اللي دايما بيحاول انه هو يجي نحيتك بس انت وقف يعني ما بتتخرجش كتير نحية ذلك الشخص شايفاك يا برج الطور عندك ترقية في العمل عندك يا اما هتترقى اتترقى او تتنال مكان لمكان افضل او مديرك يمشي انت تاخد مكان وعندك ترقية عندك حاجة حلوة في العمل او خبر حلو في العمل لي علاقة بترقية او بعلو شأنه او اسمك او هتشتهر لو انت ليك علاقة بالشهرة عندك شهرة قوية جدا او هتعمل حاجة هتكسر الدنيا اسمك هيشتهر اسمك هيتعرف فعندك بداية قوية في العمل او حاجة هتعملها هتبقى بيج واب حاجة هتعملها هتفرقى الناس كلها تسقف لك والناس كلها تبقى منبهرة بيها وفرحانة بيها وشايفة ان هي بيج اتشيفين عندك تغييرات كتير جدا جدا انا في بداية العام قلت ان سنة 2021 هي عام التغييرات المفاجأة لبرج الطور فعندكو تغييرات عندكو مفاجئات عندكو حاجات كتيرة حلوة هتحصل عندكو حاجات كتيرة مفاجأة يعني مفاجئات كتير جدا جدا فعلى نطاق العمل قلت ان فيه علو شأن فيه فيه احداث مطيرة هتحصل لكو حاجات كويسة على نطاق العندكو صفر كمان على فكرة الحمى التور عنده صفرة في نهايات 2021 يعني دفنت لي ان شاء الله بإذن الله هتسفروا لو بتفكروا تسفروا هتسفروا هتبقى صفرة كويسة وهتقابل فيها حد مميز هيبقى عندك تواصل مع جهات اجنبية او جهات من لغة اخرى يعني ممكن يبقى مثلا لو انت بتشارف شركة مالتي ناشنال تسافر او يبقى فيه connection ما بينك وما بين ناس مش من نفس اللغة بتاعتك او مش من نفس البلد بتاعتك كمان عندكو قدرة على التعبير عم مشاعركو اكتر يعني شافاكم متحدثين لو بقين هبقى عندكو ثقة في نفسكو اكتر زي قالت برج التور شكله هيتغل باخلة يعني انت شوف شكلك دلوقتي بتديله كم في المية برج التور النص التاني يبقى شكلك احلى هتخسوا هتغيروا لون شعركو هتغيروا ستايل بتاعكو مثلا هتلعبوا جم هتبقوا اكتر جاذبية على فكرة برج التور من الابراج الاكتر جاذبية بس انتو هتبقوا جاذبين اكتر وكتير جدا على فكرة طيب كمان شايفة ان عندكو قدرة رهيبة على الا شايفة نجاح يا جماعة شايفة نجاح شايفة تفوق شايفة حاجة حلوة طيب الناس اللي بتسألني هل في عودة من الماضي عشان ده لايف اه في عودة لشخص من الماضي ليك يا برج التور في شخص هيرجعلك انت كنت مستنيه بقى لك فترة وشخص ده انت كنت بتحبه او كنت مرتبط به هو اسامك وكان عندك اللي هو حاجة رهيبة ان انت عايزه وارجعلك تاني عايز عايز وارجع يحبك تاني عايز وارجع يهتم بيك تاني فالحاجة الحلوة اللي عايز اقولهلك ان الشخص ده راجعليك يا برج التور بس انفورشنتلي للأسف انت مش هترخب بعودة ان انت في الوقت ده هتكون مرتبط او هتكون بتحب حد تاني او هتكون في بدايات ارتباط مع حد تاني لان عندك شخص جديد هياخد قلبك يا برج التور فبالتالي الناس المستنية رجوع لأ انت هتختار شخص جديد او هيبقى في حياتك شخص جديد او لما الشخص اللي هو القديم اللي انت بتفكر فيه دلوقتي او نفسك ترجع له ممكن يكون من بورج مائي على فكرة لما يجي رجعلك انت هتقوله انا اسف جدا او انا متجوز او انا في حد جديد في حياتي او في بداية ارتباط مع شخص بتحبه فمعين انت دلوقتي متخيل ان انت لو جيلك الشخص القديم انت هتوافق عليه وهتبقى نفسك ان هو يرجع اصلا بس انا بقولكم ان انت مش هتختار هذا الشخص القديم هتختار الشخص الجديد لانه هيوفر لك عمل امال عقلك هيختاره حاسس ان هو انسب لك ممكن يكون عندك لغبطة في المشاعر او حيرة ما بين اشخاص يا برج التور او انت حاسس ان الشخص اللي انت بتحبه دلوقتي او معجب به فيه حد تاني في حياته او فيه معجب بحد تاني او فيه شخص تاني بدأ يستولي على تفكيره ودي حقيقة ممكن تكون انت دلوقتي الشخص اللي انت معجب به او في بداية ارتباط معاه مثلا عنده معجبين كتير فينس تانية بتحاول تقرب منه فانت ما بتحبش المنافسة فانت عملت تفرج وبتحلل من بعيد طيب برج التور كمان ممكن يكون عندك بداية مشروع جديدة او بدايات هو فيه بداية جديدة يا جماعة يعني برج التور عنده قفلت لحاجه ففي نص السنة التاني عندك بداية جديدة بس برج التور انا شايفة ان هو الاكثر حظم النص التاني احسن لك بكتير جدا كمان عندك سفرة من جوة البلد بتاعتك من مكان لمكان او من يعني جوة البلد بتاعتك ممكن تتسافر من حتة لحتة جوة البلد او من مدينة لمدينة بس فيه عندك سفرة حلوة انت هتحبها فيه عندك لقاء هيجمع كبير قدر هيأثر على حياتك هيأثر على مستقبلك في النص التاني يعني في النص التاني فيه شخص مهم جدا هتقابله هيغير حياتك فالنص التاني هو نص احسن تغييري정이ويت طغيريات كثيرة كزيرةة بس طغيريات ايجوبيه ناجحات تفوق انت هتبقى مبسوت راضي عن نفسك حتى هتارب Mancet بحبك ال garde اعملوا شائر كتير كتير ل прекрас برج التور ونستنوا فيديوز عن نقول لكم ازاي تقدر تجذب مبلود برج التور او ازاي تعرف ان مولود برج التور معجب بيك نتكلم عن اسرار برج التور في الحب استنوا الفيديو ده وقولولي ايه المقضية بتحبوا ان احنا نتكلم فيه عنها لو انتم مهتمين برج التور عايزين تعرفوا معلومات اكتر عنه شكرا لكل الكامنس الحلوى وشكرا لكل الكلام الحلوى وتقولولي I love you all وكل سنة وانتو طيبة وربنا ان شاء الله بإسنا الله ينصر الشعب الفلسطيني وينصر سكان غزة يا رب على العدوان الاتيم يعني ادعو لهم كلكم يعني احنا مفيش في ايدينا اكتر من احنا ندعي لهم ونتمنى ان شاء الله بإسنا الله ان ربنا ينصرهم لان هم اخواتنا واحنا بيحبوهم كتير كتير جدا طبعا ربنا ينصركم يا ربنا يعني ربنا يعني 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 يحفظكم ويحفظ اهليكم يا رب العالمين تانكيو بحبوكو وقولولي القراءة دي تتفق معاكو ولا لا يا برج الطور وقولولي هل انت بتتمنى الرجوع شخص من الواضي وانت في بداية اعجاب او انت في شخص انت معجب به الفترة دي ولا لا تانكيو بحبوكو باي باي مع السلام اللي حصل سنة تنزلي باي